هكذا تبدو أحياء مدينة الموصل، أحياء منسية، تفتقر لأبسط الخدمات وتعاني تحت وطأة المطالبات المتكررة التي لا تجد استجابة حكومية ولا يسمع لها صدى وسط ركام المباني المهدمة والشوارع البائسة. ملف التعويضات الذي فتح في مدينة الموصل لم يغلق حتى الآن، فألاف البيوت المدمرة ما زالت تنتظر منذ شهور طويلة، بينما يقول الأهالي إنهم ملوا من تقديم معاملات التعويض دون أن يجدوا استجابة فعلية. المدينة القديمة التي كانت يوما شهدا لتاريخ عريق، وعنوانا لحاضر المشرق يحولها غياب الشمس إلى مدينة أشباح، ففقدان الخدمات الأساسية، وانتشار الجثث، وانهيار البنية التحتية عنها وعن جاراتها صار قضية مزمنة مستعصية على الإصلاح. التعويضات هو وعود بدون تنفيذ، أي تنفيذ ماكو، عمل فائل، عمل شغل وماكو كل شيء، تجي منظمة يابا دا عمر بيتكم يابا انتعار تشوف، يقول لنا طابق ثاني ما اشتغل، يابا ما يخاف طابق أرضي، واحد قالوا يابا نشتغلك بالبيت، بس نعملها غرفة غرفتين، وتشتغل انت وبعدين نحن نمطيك الفلوس، ولو عنده فلوس، كانوا عمر بيت، لماذا تنتظر المنظمة؟ متاجرة مكشوفة، تلك التي يقوم بها بعض الساسة والمسؤولين، ثمما تلبث الوعود الزائفة أن تنكشف تحت ستار الفشل والتقصير في تقديم أبسط مقومات الحياة، تحت حجج واهية، يقول أهالي الموصل إنها لم تعد تنطلي عليهم. شبنك كم منظمة جد خيرية ساعدت الناس والحكومة تشرف عليها، شوف لي وين راح تصل المنظمات حتى علمات الصفة الميزانية، والله الميزانية خلصت مال هاي السنة، هاي اتهت وين راحت، راحت للروس الكبار، ونحن قاعدين ننتظر رحمة رب العالمين الميزانية من الخيارات البلدية هاي، لاكو عمار، وين الحكومة، اشقدمت الحكومة؟ هاي البنات القديمة كلها واقعة، والعالم الأحجار في وقاتها، لا تقدر تصلح ماء، لا تقدر كهرب، لا تقدر تجيب وجبة غذائية يا أخي، بطيلوا بالموايات وبالوحالات ومع بدء فصل الشتاء، يبدو أن شهورا قاسية جديدة تنتظر أهالي الموصل الذين ينتظرون ما يعوضوا ولو جزءا يسيرا مما لحق بهم من أذى ويخشى كثيرون أن تؤدي تداعيات السنوات الماضية إلى تغير وجه المدينة، وترك أهلها يدفعون أثمانا باهظة لأزمات لم يكونوا يوما سببا في وقوعها موسيقى